أهلا بكم أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بطرابلوس عن قلقه إزاء الترتيبات التي يتم إعدادها لتصعيد عسكري من قبل قوات معتدية على العاصمة طرابلوس في إشارة إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اشتباكات متقطعة جنوب طرابلوس مع ميليشيا حفتر وأضاف المسؤول الرئاسي أن تلك الترتيبات تشمل ضربات جوية تستهدف المرافق المدنية الحيوية بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي مؤكدا جاهزية قوات الوفاق لصد العدوان الجديد وحمل المسؤول الرئاسي البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي المسؤولية عن صمتها تجاه ما سوف يحدث في صفوف المدنيين قال الرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أن بعثة الأمم المتحدة طلعت على المعطيات التي وردت إلى المجلس بشأن إعداد فرنسا ومصر والإمارات خطة سرية لشن هجوم على ترابلوس دعما للواء المتقاعد خليفة حفتر وأضاف المشري في حديث للجزيرة أن الدول الدائمة لحفتر اتخذت قرارا بإنهاء الحرب في ليبيا بتدخل مباشر أو غير مباشر وبطريقة سرية بعد الهزائم المتتالية التي منيت بها قوات اللواء المتقاعد وآخرها في مدينة غريان الليبي دول الداعمة لحفتر طول المدة الماضية دعموه في كل حروبها السابقة ابتداء من بغازي ودرنا والآن على ترابلس وهي تحديدا لدولة الإمارات العربية ومصر وفرنسا المعلومات التي لدينا أن هناك طائرات أتت إلى قاعدة موجودة جنوب ترابلس جنوب آسف جنوب بنغازي وهذه القاعدة هي بالكامل شبه محتلة من قبل الإماراتيين هذه الطائرات كانت تستعد لتوجيه ضربة لقواتنا في ترابلس وكذل المجلس الأعلى قال في وقت سابق أن لديه معلومات استقبارية تفيد بأن فرنسا ومصر والإمارات على وشك شن هجوم على العاصمة ترابلس وذلك لدعم قوات حفتر وأوضح في بيان أن هذه الدول ستشن هجومها بطائرات وأسلحة نوعية وحمل البيان تلك الدول مسؤولية ما قد ينتج من ضمار وخسائر وترويع للآمنين ودع البعث الأممية وبجلس الأمن وكافة الأطراف الدولية إلى اتخاذ موقف قوي وحاسم إذا أتدخل هذه الدول وما يترتب عليه من ضحايا وأضرار وانتهاك للسيادة الليبية للحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور أسامة كعبار الكاتب والمحالي للسياسي كما أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية من ترابلوس الدكتور محمود إسماعيل الباحث المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية وأبدأ مع ضيفي في الاستوديو دكتور أسامة كعبار كيف رأيت هذه التصريحات للمجلس الأعلى للدولة والمشري بسم الله الرحمن الرحيم تصريحات متأخرة الأمور هذه ليست بالأمر الجديد هجوم حفتر منذ البداية على العاصمة عندما احتل مدينة غريان كان هجوم مباغت كان الإحراك كان له بشكل سري لم يتحرك المجلس الرئاسي لم يتحرك أصحاب القرار السيادي والسياسي في طرابلوس لم يكونوا إلى الآن على قدر المسؤولية وعلى قدر التضحيات الشباب في الجبهات تكلمنا مرارا وتكرارا أن الواجهة السياسية ضعيفة الواجهة السياسية لا تتوافق مع تقدمات قوات الوفاق على الأرض إلا أن لازال السراج ولازالت كل من هم في المشهد السياسي حقيقة يتحركون بشكل مخزي بشكل خذل الحرار في ليبيا خذل الثوار في ليبيا خذل أهالي الشهداء خذل الجميع أنا أستغرب لماذا لا يتخذ السراج الآن موقفا من تجميد العلاقات مع الإمارات وتجميد العلاقات من مصر هذه المواقف السياسية سترسل رسالة قوية إلى هذه الدول بأن هذه الحكومة لا تعبث بأن هذه الحكومة تعني ما تقول بأن هذه الحكومة هي واقفة بشدة ضد أي تدخلات عسكرية دولية لأن السراج لم يجرأ حتى على تسمية هذه الدول بشكل مباشر الآن بعد تسمية هذه الدول بشكل مباشر أنقل الكلام لسيد محمود إسماعيل سيد محمود إسماعيل الآن التصريح والحديث عن أنه هناك دول بعينها تستهدف الهجوم المفاجئ على ترابلوس نعم دعني أقول بأن الإجراءات نعم جد خجولة فيما يتعلق بآلية تناولها سواء من الجانب السياسي أو من الجانب القانوني أو من الجانب الأخلاقي في الأخلاق السياسية ودعني أقول من الواقع العملي أن هناك جريمة عدوان متكاملة الأركان من الجانب المادي من الركن المعنوي والركن المادي وواقع عملي أن هذه الجريمة ترتكب من دول بعينها على رأسها هذه الدول دولة الإمارات العربية وهي ليست الأولى ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة وبداية ونهاية ما يجب أن يكون الحديث عليه متجه إلى إمكانية كيف يتم العمل على إدارة هذا الملف وهذا الصراع نتكلم على دولة ذات سيادة معترف بها من قبل المجتمع الدولي وارتضى المجتمع الدولي في إطار اتفاق السياسي بغض النظر عن شخصها أو بغض النظر عن كونه مهلها أو ما إلا ذلك إلا أنه واقعي اعترف به ومن قبل الدول التي اعترف بها هذه الدول التي تشن جريمة العدوان فقط اتفاق وقرارات الأمم المتحدة التي كانت ابتداء من الجمعية العامة كانت في القرار 33-14 في سنة 1974 وما تلاعة الـ 2009 دلالة الأوضحة ما يتعلق بتعريف جريمة العدوان ومن ضمن جريمة العدوان في أركانها وفي تعريفها وفي أمثلتها التي ذكرت صراحة وضمنا في كافة التعريف ما يتعلق بمد مجموعات إرهابية أو مجموعات مسلحة لتقويض الدولة القائمة المعترب بها دوليا أيضا والقيام بعمليات مسلحة في داخل الدولة والقيام بأعمال مسلحة كل ذلك حقيقة لا يبعث على القول مباشرة مع أننا ندرك أن هذه الأعمال ستكون فاشلة وفاشلة بالمطلق لأنهم عندما فقدوا ما يتعلق بحليفهم الرئيسي فيما يتعلق بالمناطق التي قام بالاستلاع عليها بطريقة أخرى من خلال الرشاة المالية وابتداء منها غريان وغيرها من المناطق أدركوا أنهم لا يستطيعون التقدم ميدانيا ولذلك يحاولون قدر الإمكان سياسة الانتقام ربما هذا يدعو إلى القول ما الذي يجب عمله وما الذي يترتب عليه من ناحية إجراءات في الدتواء كان في الناحية الواقعية أو في الناحية المستقبلية سيد محمود إسماعيل نعم سيد محمود إسماعيل أنت تحدثت عن إجراءات وأنقل كلام لضيفي الدكتور أسامة كعبر دكتور أسامة الحديث الآن بعد هذه التصرحات للمصري والمجلس الأعلى للدولة وأيضا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ما الذي يمكن اتخاذه من أجل منع هذه الخطط السرية وهذا الهجوم وهذه المحاولات للهجوم على ترابلوس والاستلال على ترابلوس وما يتبعه من كوارث ربما تكون هناك ضحايا وإصابات كبيرة الحراك السياسي خجول جدا حقيقة يستطيع السراج أن يتحرك داخل أروقة الأمم المتحدة يستطيع أن يحرك مندوبة في الأمم المتحدة أن يضغط على مجلس الأمن وأن يضغط على الدول الأخرى يستطيع أن يسوق أن هذه الحكومة حكومة معترف بها دوليا ولم نرى أي دعم دولي لحكومة الوفاق أمام هذا التغول الفرنسي الإماراتي المصري في دعم بيدق لهم داخل ليبيا يستطيع أن يتحركوا داخل المنظمات الدولية لحشد الرأي العام الدولي يستطيع أن يتحركوا داخل حتى المؤسسات الإعلامية الغربية يستطيع أن يتحركوا حتى من خلال السفرات الليبية الموجودة في الدول الكبيرة المؤثرة في أوروبا هناك الكثير من الطيق لدى حكومة الوفاق أن تتحرك بها وزارة الخارجية حقيقة لم تتحرك إلى الآن إلى الآن هذه الدول المهمة في الغرب وفي أمريكا إلى الآن غالبية الشخصيات الموجودة فيها هي شخصيات موالية لحفتر هي شخصيات وضحة حفتر في هذه الأماكن بما فيهم سفيرة ليبيا في أمريكا ولم تتحرك حكومة الوفاق الوطني ولم يتحرك السيد السيالة في إقالة هؤلاء الشخصيات لأنهم لم يتخدوا أي مواقف حقيقة الأمر مخزي جدا من حكومة الوفاق ونحن الآن أمام هجوم يخطط له سريا لاستهداف منشآت مدنية داخل طرابلس ما داخل المشآت المدنية داخل طرابلس يا أخي الرجال على الأرض واجه الرجال في الجبهات أما أنك تقصف حياء مدنية وتقصف منشآت سيادية للدولة ماذا تريد أن تحقق غير الدمار وغير إعادة ما حصل في بنغازي وما حصل في درنة إعادة هذه الأمور في طرابلس هذا أمر يجب أن لا نسكت عليه يجب على الثوار وعلى أحرار ليبيا أن يدعو كل الضغطات الآن على حكومة الوفاق أن تتحرق بهذا الشكل لأن المجازل الحاصلة الآن من تهجير ومن قتل لمدنيين وليس لقوات تقاتل على الأرض مدنيين أطفال ونساء وشيوخ عندما يتم مهاجمتك في عقر دارك فأنت بكل تأكيد أنت الآن في موقف ضعف عندما يتم مواجهة وهجوم على حكومة الوفاق الوطني في قلب طرابلس فأنت الآن في موقف ضعف بالرغم أن على الأرض الأمور محسومة ومتغيرة دكتور أسامة خليني أسأل سيد محمود إسماعيل الحديث الآن ماذا تملك حكومة الوفاق من أجل الوقوف في واجه هذا المخطط دعني أقول بأنه تملك الكثير والكثير ويملك أيضا المجتمع الدولي الكثير بالرغم من هذه النمور التي ربما بعضها من ورق كما هو الحال فيما يتعلق بالإمارات العربية التي لم تستطع تحرير جزرها طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى في حين تتعرض إلى الدولة الليبية التي تبعت عنها أكثر من 3000 ميل واقع عمليا أنه كثير من الأجراءات وهذه الأجراءات ربما تصنف على أن جزء منها إجراءات سياسية وجزء منها إجراءات قانونية وجزء منها أيضا إجراءات أخرى قضائية الإجراءات القانونية متمثلة في العمل على حصل الأضرار التي تسببتها قصف طيران الإمارات والتي كان أخرها ضحايا المهاجرين والمهاجرين الموجودين بمدينة تجورة والذي وصل أعدهم أكثر من 63 جثة على وعلى الكثير 850 جريح ثم أن هناك الأضرار المادية وأيضا من المباني من الأشياء المدنية هناك أكثر من ستة مستشفيات تم قصفها وهي مستشفيات حقيقة لا يمكن القول بإمكانيتها ويباحتها وتعترب جريمة حرب أيضا من المهم الإشارة إلى المنازل التي قصفت من قبل هذه القوات هذه أشياء يجب أن تعال إلى الجهات الدولية والضبطية والمحلية والدولية وأن يتجه أيضا إلى الدول حتى الدول التي تسمع بإمكانية رفع دعاوة مباشرة كما هو الحال بالدولة الفرنسية وأيضا في الاتحاد الأوروبي نحن نتكلم أيضا إلى الحديث المباشر أيضا إلى الجهات الدولية خاصة المحل نتكلم على أن الاتحاد الأوروبي قد تم تغيير به حديث باعتبار أن المن يرأسه هي أحد المواطنات الألمانيات وهي قريبة من ميركل ولعل الموقف الألماني أكثر قربا وأكثر نصجا فيما يتعلق بهذه المواقف أيضا يجب مخاطبة الدولة الفرنسية بأن مصالحها مرهونة أيضا بحفاظها على الدولة الليبية وليس حفاظها على متمرد قاتل مجرم دم أن يجب أن يكون هناك توجه أيضا إلى المعارضة الفرنسية من النواب وغيرها يجب أن يكون هناك توجه أيضا إلى مجلس الأمن سواء وهذا ينقسم إلى أول جمعية العامة وهذا ينقسم إلى أجزاء متمثل في مخاطبة أيضا السكرتير العام للأمم المتحدة ولا نقصد غسان فغسان جزء من المشكلة وأصبح عرابا لما يتقامهم به حفتر أو الإمارات وهذه هي حقيقته من الناحية يجب أن مخاطبة السكرتير العام للمتحدة وأيضا المواد صريحة جدا في أن يجب أن يكون للأمم المتحدة دور أو أنها أساسها في حفظ الآمن والسلام ويجب أن تتجه إلى ذلك هذا ما رست عليه المادة الأولى إلى المادة الخامسة ويجب أن يمكن أن يتجه أيضا إلى طلب من مجلس الآمن في عقد جلسة ويجب أن تتجه إلى الدول الصديقة وهذا هو الضيء في إمكانية أن يكون هناك اتفاقيات للدفاع المشترك أو تفعيل الاتفاقية الواردة ويجب أن يتجه إلى تركيا وأن يكون الدفاع عن النفس أساس المشروع وربما أيضا بطلب أيضا طائرات من أجل العمل على حماية ليبيا وحماية المدنيين من أجل أن يكون هناك حماية يمكن للدولة الليبية أن تقوم بالكثير والكثير ويجب أن يتم أيضا حصر الأضرار وملاحقة هذه الدول ومطالبتها بالتعويض هناك المئات ممن قتلوا كان القاتل الرئيسي والعراب الرئيسي حفتر وعصبته والدول الداعمة وهي تتحمل جرائرها حاضرا ومستقبلا ولا دفلة أحد من العقاب هذه هي الحقيقة المطلقة يجب أن يتوجه أيضا إلى محكمة الجناية الدولية في الملف الليبي وحيل إلى محكمة الجناية الدولية منذ 2011 هناك أيضا إجراءات جد خجولة من القضاء ومن الجهات المتابعة لملف ما يتعلق بحفتر وإحالته وهناك أيضا عدم قدرة أو لعله عدم نضج في بعض الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الباردية أرجو أن تبقى معي أربك المشهد الليبي الكثير أرجو أن تبقى معي أذهب إلى ضيف عبد الهاتف من مدينة مصراطة الليبية العميد ناصر القايد مدير إدارة التوجيه المعنى في مصراطة سيدة العميد الحديث الآن حول ما الذي يمكن فعله في مواجهة هذا المخطط الإماراتي بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك وضيوفك الكرام الحقيقة من ناحية عسكرية الحمد لله نحن نحافظ على مركزاتنا ونتحرك في خطة عسكرية تابتة فالآن الأمور في صالحنا يعني رغم التحرك اللي يتم من قبله ورغم الدعم اللي يتحصل عليه هذا المجرم ولكن كل التحركات الآن في صالحنا يعني الحمد لله كونهم يبطون إشاعات وعلى تجمعات وعلى إمكانية أنا أعتقد أنهم يحاولون فقط عملية استعداد للتفاوض على يمكن إيقاف الحرب وكسب أعراضي زيادة لمحاولة تمرير يعني هذا المخطط الذي يخططون إليه فقط سيد العبيد ناصر الجيد عذرا المخطط لكن هناك من تحدث وقال كان بإمكان القوات المسلحة الليبية التابعة لحكومة الوفاق أن توقف هجوم حفتر وهو قادم عبر الصحراء ومكشوف وبالتالي أيضا الحديث الآن إذا كان هناك مخطط مرة أخرى للعودة هل يمكن القضاء على هذا المخطط قبل بدايتي؟ نعم نعم إلى الآن نحن بمعادل الخطط العسكرية الآن تسير في هذا الاتجاه هو كل ما هو يعني بالأمس أو الأمس وغيره كان يبعد في كثير من المجندين المرتزقة الذين جندهم ويتم التعامل معهم بالطيران أو بالتحركات القوات الموجودة في المنطقة الجنوبية ويتم القضاء هلهم بالكامل؟ هناك خصائر له يعني كثيرة بالأمس أو الأمس في كثير من في صفوف هؤلاء المرتزقة الذين بعثهم وتحركات التي تتم وبعض الأسحة التي جلبت إلى المنطقة الغربية وهذا يتم بشكل يومي يعني فهم الآن يعني مربكين جدا لأن كل ما تحرك رتل منهم يتم التعامل معه وضربة إنما بضربة جوية أو التصدي من قبل القوة الموجودة في منطقة الوسطى في سرط التي تتحرك جنوبا حديث أيضا حول الوضع العسكري وجهزية القوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق في مواجهة حفتر وما يقوم به من هجمات قوات الدفاع أيضا الدفاع الجوي هل كل الأمور جاهزة لصد ما يقوم به حفتر والله بالنسبة لقواتنا طبعا في أتم الجاهزية لا شك في ذلك يعني نحن نستغل حتى فرص لتدريب قوات جديدة ولدينا قواتنا موجودنا وكل جنودنا معنوياتهم ارتفعة جدا ويحاربون من أجل قضية يرون أنها عادلة ولا شك في ذلك الفقط ما هو يعني معرق هو قليلا هو هذا الطيران الأجنبي الذي يأتي من حين إلى آخر والتي لا تستطيع قواتنا قوات الدفاع الجوي تفضي له ولكن تحاول بشتى يعني نحاول بتوفير بعض المضادات لها وسنتعامل معها إن شاء الله في القريب العاجل أما بقي على الأرض وكلها قواتنا الحمد لله تحافظ على كل بل أصبحت حتى قوتهم الآن ضعيفة جدا في المنطقة الغربية هم يحاولون الآن يعني 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 أغلب شباب من المنطقة الشرقية تم إفناءهم فمنهم منهرب وبمنهم منسلم نفسه فالآن ينسعينون يعني بالجنجويد مجنجويد والمعارضة الشدية ومن السودان طبعا مقابل المال ولكن كل ما يتحرك رتل يتعرض إلى الضرب فهم حتى هم الآن يعني كثير منهم بالأمصر فبما كثير منهم يهرب إلى جهة الشرق الجديد نعم شكرا لك العميد ناصر القايد مدير إدارة التوجيه المعنوي في مصرطة شكرا جزيلا لك أعوضي لضيف لسود دكتور أسامة كعبار الحديث الآن ربما البعض لا يستوعب ماذا لو تمت هذه الخطة وتم قصف طرابلس أرجو أن توضح حجم الخسائر الكارثية التي يمكن أن تحدث في الأنفس في المؤسسات والمنشآت شوف يعني ليبيا عادت سكانها تقريبا ستة مليون ثلاثة مليون منهم الآن في طرابلس يعني نصف سكان ليبيا موجود في طرابلس فأي قصف بشكل مكثف على طرابلس سيكون هناك يعني أعداد ضحايا في المدنيين وفي الأطفال وفي الأبرياء وهؤلاء ليس لهم ذنب أنا أستغرب أن المجتمع الدولي يجيز ويعطي مساحة لفرنسا ولدعمها الإقليميين أن يتحركوا بهذا الشكل في مدينة مكتضة بعد السكان كبير يعني أين قرارات مجلس الأمن التي تحمي المدنيين والتي خرجت في سنة 2011 كل هذه القرارات لا زالت فاعلة لأن ليبيا لا زالت تحت البند السابع فكل القرارات مجلس الأمن ولكن مجلس الأمن يغض الطرف لأن فرنسا عضو في مجلس الأمن وروسيا دعمة لفرنسا وهناك الآن تماهي أمريكي مع الموقف الفرنسي وليس هو تماهي البيت الأبيض في حد ذاته ولكن من دوب أمريكا في مجلس الأمن هو يتبع البيت الأبيض مباشرة فكل هذه الأمور الآن حقيقة تضع قوات الوفاق الوطني وتضع المنطقة الغربية في ليبيا في موقف محرج وموقف صعب جدا لأننا نحن الآن ندافع داخل أراضينا وكما تفضلت سابقا أن عندما تدافع داخل أراضيك فأنت الآن في موقف ضعف لأنك الآن كيف تستطيع أن تحمي المدنيين كيف تستطيع أن توفر أماكن لهؤلاء اللاجئين من منازلهم هل المطلوب من قوات الوفاق الوطني الليبي القوات التابعة لأن تذهب لمواجهة حفتر في الشرق لا الأمر ليس هذا قرار يتخذوهم القوات هناك ولكن أنا كمحلل السياسي أقول أن ليس من مصلحتنا الآن التقدم إلى ناحية منطقة الشرقية يجب على أهالينا وناسنا في المنطقة الشرقية أن ينطفضوا من داخل المنطقة الشرقية كما حصل في مدينة غريان غريان انطفضوا أهالي غريان من الداخل مع الدعم الذي أدأته من الخارج ولكن في وجود الدعم الفرنسي بالتحديد في وجود الدعم الفرنسي ونحن شفنا سابقا في 2017 عندما تقدمت قوات حماية الدفاع عن مدينة بنغازي وهي قوات من أهالي ومن أبناء مدينة بنغازي عندما وصلت على مشارف مدينة بنغازي تقريبا 45 كيلو تم قصفها من الجو من طيران فرنسي فأنت الآن لنا ليبيا مكشوفة المساحات مكشوفة فأي تقدم لأي قوات لو أرادت فرنسا قصف هذه القوات تستطيع قصفها ونحن أبنائنا ودماء أبنائنا هذا أمر يجب أن نراعيه ويجب أن ننتبه له طالما هناك معادلة دولية تعمل ضد استقرار ليبيا فمن الصعب جدا لحكومة الوفاق الوطني و لقوات الوفاق الوطني أن تسيطع ليبيا ولكن أنا بس أريد أن أشيد هنا إلى شيء مهم وهذه رسالة إلى حفتر وداعمي حفتر لم يتم إعلان النفير العام في ليبيا بعد والله لو يتم إعلان النفير العام في المنطقة الغربية ستقلب الأرض إلى نار المجمر لا زال هناك كثير من الثوار لا زالوا جالسين في بيوتهم لأن أعادوا لأن أرجعوا إلى مهن السابقة ومن يقاتل الآن ضد حفتر هي كتائب منطوية تحت رئاس الأركان أو منطوية تحت وزارة الداخلية ومرتباتهم ورقام متسلسلية من هناك فجزء كبير وجزء مهم من الثوار هم مدنيين وعادوا إلى وظائفهم لو يتم إعلان النفير العام صدقني ستقلب المنطقة الغربية إلى نهر حمراء وسيكون الويل والثبور لكل من يدعب حفتر ومتحارف مع حفتر دكتور محمود إسماعيل الحديث الآن حول هذه الفترة هل على السراج وعلى حكومة الوفاق الوطني الليبي أن تكاشف الليبيين بكل ما تقوم به من أجل القضاء على هذا المربع أو هذا الفريق الإقليمي الذي يعمل ضد ليبيا وضد ترابلوس لعل من المهم موجود استراتيجية واعية وهي غابة هذه الاستراتيجية ابتداء من العمل غير الواضح وغير الواضح المعالم أقصده فيما يتعلق بدهاليز المجلس الرئاسي وعمله ومع هذا وذاك نرزم بأن الضبابية هي كانت سيدة الموقف خلال الفترة الماضية وربما خدع الليبيون بطريقة أو بأخرى تحت دعاوى حقيقة جزء منها ربما يتجه إلى أنه كلبلها عندما اتجه إلى مصر من أجل بناء جيش ليبيا وهو أمر غريب ومستاجر لا يرتضيه حقيقة من الناحية العقلية من المهم جدا التوجه والقوال بإمكانية أن مصر تسعى إلى إعادة أو لعل النظام المصري نقصده إلى إعادة شائسسية في ليبيا وإعادة من خلال ممثلها بيدق حفتر وأيضا الإمارات العربية التي ترى في نجاح التوراة العربية إنها ليبيا يتعلق باستبدادها وتطولها هناك مجموعات فشلت في اليمن وتريد أن تأتي بمشروعها فيما يتعلق بالليبيا ويكتب عليها الفشل مؤكد أن الليبيون قادرون على دحر العدوان وقادرون على الانتصار وأيضا من مصالح من المهم جدا مخاطبة الدولة الفرنسية في إطار المصالح فهي لغة العلاقات الدولية التي تفهمها فرنسا جيدا وتدرك أن مصلحتها مع ليبيا أكبر من مصلحتها بتشبث بمتمرد قاتل مجرم ستلاحقه أيضا القوانين والإجراءات وربما تلاحق الرئيس الفرنسي ووزير خارجية فرنسا لأنهم قد كانوا شركاء أو لا يزالون على الأقل في إطار الاتهام بأنهم قتلوا كثيرا من الليبيين وهو أمر مروع خاصة أننا نتكلم على قنابل اكتشفت وعلى قصف تم وعلى إجراءات يتم الإعداد لها وجريمة العدوان كاملة الأرقان دكتور محمود إسماعيل الباحث المتخصص في الشؤون السياسية والاستراتيجية أشكرك شكرا جزيلا سؤال وتعليق أخير ربما لدكتور أسامة كعبار دكتور أسامة كعبار إذا كان هذا تصريح السيد المشري ماذا تقول للسيد المشري؟ المجلس على الدولة دورة محدود جدا حقيقة هو دورة استشاري في غالبيت الظروفة ولكن نحن نطالب الآن من المجلس الأعلى للدولة أن يحاول أن يضغط على السراج وعلى حكومة السراج أكثر لأن هذه حتى وإن كان موقفهم استشاري إلا أن هذه التصريحات السياسية سيكون لها وقع في الشارع الليبي سيكون لها وقع أو تأثير حتى على الرأي العام الدولي شكرا جزيلا المحلق الليبي دكتور أسامة كعبار شكرا جزيلا أهلا وسائل شاهدين المساء مستمرة وبعض الفاصل احتفالات وأجواء خيالية في الجزائر بعد تتويج باللقب القارئ ارتاحي الجزائر اشتركوا في القناة شكرا